ورجعنا لحضراتكم تاني والفقرة دي فقرة مهمة جدا ومميزة لكل شاب أو فتاة بالدوار على مستقبلها فيما يخص الوظائف والتعليم ولكل أب أو أم بيحضر ابنه خاصة أنه ضفي في هذه الفقرة المهمة بالنسبة له وهو الدكتور إسماعيل عبد غفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهو رجل صاحب تجربة كبيرة وسرية من مقاتل في ناصر أكتوبر أستاذ في كلها الفنية العسكرية وأستاذ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا دلوقتي تجربة كبيرة جدا هو بيدير 40 ألف طالبة وطالب طالبة طبعا الأولوية للبنات طالبة وطالب وغير مدرسين وغيرهم وبالتالي تجربة سرية جدا نقدر نعرف من خلاله حاجات كتير أهلا وسلم بك يا دكتور إسماعيل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بكل صحاب طيبين وحضرتك طيب دكتور إسماعيل دلوقتي في حال ترتبك يعني زمان كان يقولك إيه اللي هيطلع أنت هتطلع دكتور هتطلع مهندس هتطلع الزابط يعني في أحلام كده معروفة عند جنة النهاردة الدكتور لسه دكتور مهندس ومهندس والزابط لسه مزابط بس أضيف لهذه الأحلام حاجات كتير أوي بقى اللي هو بقيت إيه الدكتور مبقاش دكتوره بس بقى دكتور موكري بقى دكتور ومهندس وعنده حاجة تالتة يعني ثلاث حاجات دخلة ببعضها الوظيفة زمان كان يقولك المطلوب مثلا خريج كليك كذا وكان معروف أولها من آخر دلوقتي بقاش معروف أولها يعني دلوقتي لو حريك بصيت على الشركات العالمية لما بتيجي تطلب حد عشان يشتغل عندها بتطلب مهارات عشرين تلاتين شرط في مهارات يعني ما بقاش يعني شهادة ما تنفعش خالص ولا حتى شوية تدريب ينفعه ده لازم يحضر نفسه نعمل إيه لأولادنا طبعا في البداية بشكر حاجاتك على المقدمة المتميزة دي وطبعا أكيد يعني الموضوع اللي حاجاتك بتطرحه يعني فعلا غاية الأهمية طبعا خليم في البداية أقول لحاجاتك يعني لو تبعنا بالأمس إعلان الفائزين بنوبل برايس جايزة نوبل صحيح حبوص اللاقي بالأمس الارتفيشل انتليجنس الاي اي الذكالي الصناعي صحيح فاز بجائزة نوبل صحيح هل ده مسبوق في التاريخ؟ نا بالزبط كان فاحنا داخلين فيها على يعني مرحلة جديدة جدا ثارية جدا غنية جدا فعشان كده الموضوع اختلف ولسه هيختلف وعشان كده يعني دورنا في الجامعات ودورنا في وزارة التعليم العالي وفي مؤسسات التعليم العالي والتعليم بشكل عام اصبحت المهمة فعلا مختلفة يعني النهاردة حياتك يعني جايز من سنوات طويلة زي ما حياتك بتقول وإحنا تعودنا على أمور تقليدية جدا النهاردة الأمور كلها بقت غير تقليدية طبعا التقدم التكنولوجي كلنا شايفين العالم حوالينا شايفين اللي بيحدث حوالينا في كل مجال وفي كل يعني صناعة وفي كل الزراعة النهاردة بنقولش الزراعة التقليدية بنقول الزراعة الذكية اللي هي برضو باستخدام التقنيات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي الصناعات حتى المهن التقليدية النهاردة أو النهاردة كلها بقت ممنية على يعني المفهوم ان احنا فعلا لازم نتحول من التلقين والتعليم إلى التعلم والتعلم المستمر فعشان كده هنا انت دورك في الجامعة هو بناء الشخص وبناء الطالب وبناء الإنسان بشكل متكامل وتسليحه بكل المهارات وكل الإمكانيات اللي خليه فعلا يقدر يعمل التحليل المنطقي يقدر ازاي يفكر ازاي يطور ذاته وأداءه بما يتواكب معه اللي هيحدث اللي هو احنا لسه مش عارفينه يعني برضو ده شيء مهم جدا عشان كده لازم يكون لنا نظرة بعيدة للمستقبل وانا اتصور ان احنا يعني الاكاديمية جايز تجربتها غنية وثارية جدا صحيح يعني جايز من 52 سنة لو شفنا مين اول من فكر في النقل البحري وصناعة النقل البحري وتخريج اجيال النهاردة بتقود هذه الصناعة لاسا فقط في مصر في الامة العربية وخارج الدول العربية هنلاقي الاكاديمية العربية هنلاقي نفس المشهد تقريبا بتكرر النهاردة بعد السنين دي كلها لو شفنا اول من اسس كلية الذكاء الاصطناعي كلية كاملة في مرحلة البكريوس هتلاقي الاكاديمية العربية وهتلاقي برضو حتى اختيار الكلية بتاعة الذكاء الاصطناعي تبقى فين اخترناها في مباية تواكب مع رؤية مصر عشرين تلاتين مع بناء الجمهورية الجديدة في العالمين الجديدة فهنا اللي هو ازاي تبقى شايف المستقبل ازاي تخطط لمستقبل ازاي تبني اجيال تستطيع ان تتواكب مع كل التحديات اللي بتقابلنا في الفترة الجاية فالنهاردة يعني مفهوم التعليم بالطريقة التقليدية والكتب الورقية والحفظ والاصبح ده مفروض يبقى غير وارد في جامعاتنا على الاطلاق طب حضرتك دكتور اسماعيل على مدار تجربتك حضرتك يعني على مدار السنين اللي فاتت دول شفت التطور بتاع الطالب شكل الطالب اكيد احنا جدنا كطلاب يعني واحنا كلنا تعلمنا على ايد حضراتكم مختلف جدا عن جيل الموجود يعني في الموجودين دلوقتي ملامح الشخصية بتاعتهم ايه كطلاب انا بشوفهم يعني انا شخصيا يعني جايز اكون محظوظ يعني في الطلاب اللي بيوجدين عندي انا بشوفهم يعني طلاب يعني انا بثق فيهم جدا بتديهم الثقة بتديهم الادوات بتاخد منهم اكتر مما تتوقع يعني انا لا يغيب عني المشهد لما نظمنا بطولة العالم للجامعات في الاقصر اه اللي هي الـ ICBC International Programming Competition اكبر مسابقة في البرمجة المستوى العالم لجامعات العالم كلها الـ MIT كانت موجودة بيركلي موجودة ستانفرد موجودة 2500 شاب من كل جامعات العالم موجودين في الاقصر على قد مصر كانوا كم جامعة دكتور براك اه يعني يعني هما تم اختارهم من اكتر من 2000 جامعة انما يعني يمكن 2500 كل جامعة مما السلب 3 يعني فلك انتخال ان مثلا ممكن يكون عدد الجامعات غير مسبوق انه تواجد في مصر وتشوف المشهد بتاع كل هؤلاء الشباب موجودين في مدينة الاقصر ويتشوف مين اللي قايم حتى يعني بناء المكان يعني حتى الاقصر ما كانش فيها قاعة زي قاعة المصر العظيمة بنتها في شرم الشيخ مثلا او في العاصمة او في المنارة في القاهرة الجديدة لكن كل ده الاكاديمية بطلابها باعضاء تدرسها بكل القائمين على هذا العمل هم اللي عملوا كل اللي شفناه في مدينة الاقصر وللعالم كله يعني فعلا شاهد له فهو النهاردة انت الشباب دول على فكرة يعني احنا جايز يعني احيانا ممكن نكون مش بنديهم حقهم بما يعني يستحقوا فعلا على فكرة هم شباب متبايز جدا وشباب زكي جدا وشباب واعي جدا بس انت لازم يعني برضو تديروا الثقة وتعالف المهم جدا في علاقة الاهل يعني هقول حضرتك حاجة احنا جلنا مثلا او الاجيال اللي سبقيتنا كان دايما الطموح عندها اللي هو انا انا نفسي يكون الافضل في مجالي في مصر او انا نفسي يكون افضل على مستوى الوطن العربي هذا الجيل لا يقبل غير انه النموذج بتاعه يكون رقم واحد على العالم يعني حتى لما تجي تلاقي مثلا بيشجعوا منتخب بكرة اليد مثلا يبوزعلنين جدا ان احنا السادس او السبع على العالم احنا جلنا كان بيرضى بيبقى الله الحمد لله تلاقيهم قاعدين لا وازاي احنا الاول على العالم فدايما عند حضرتك لمس ده في التعامل معهم هل دي مش ميزة؟ ده حاجة عظيمة حاجة عظيمة؟ بس بيبقى فيها جزء تاني بقى انه لو ما حصلش بتقلب احباط شديد يعني يعرف حضرتك اللي هو ايه يعني ما بقاش موجود الحتة الوسط زي ان بيقولوا يا اما انا رقم واحد على العالم يا اما الدنيا ما بقيتش كويس لا الله انا بص حضرتك يعني انا يعني بطفق مع حضرتك طبعا اكيد ده شيء رائع وشيء ممتاز ان يكون الشابه عنده الطموح طبعا بس لازم التعلم برضو انه هو يعني دايما في اي في اي منافسة وفي اي مصابقة وسامحة كنت تتكلم عن المنافسة في مجال التعليم العالي في اي مجال المنافسة حلوة ولازم تكون عندك ثقة في ذاتك وتبذل اقصى جهة وتكون جاهز انك تكون الاول لكن اذا كنت التاني او التالت فما فيش عندك مشكلة يعني النهاردة مثلا يعني النهاردة حتى حتى بتتكلم عن الرياضة الحمد لله لو شفت الاكاديمية العربية برضو يعني انا بدي نموذك طبعا باللي هو اللي انا عايشه وبشتغل عليه وبشتغل معاه لو شفنا مثلا توكيو 2020 الانبياد اللي تنفس في 2021 بسبب القرارة معظم المطلاب عند حيك في الاكاديمية بس طميني بقى المستوى الاكاديمي كيشو اقباره ايه في الاكاديمية ممتاز طبعا ممتاز اه ممتاز درجاتك وايسا اه طبعا وصارة سمير اتخرجت من الاكاديمية والصاحبة الفضية في باريس واسامة الجندي احمد اسامة الجندي في يوم الايام كان بيدرس في الاكاديمية في كلية الهندسة فالستة مدلات الخدام في توكيو كانوا ثلاثة من الاكاديمية الثلاثة دهة اللي خدناهم في باريس اه ادهب والدهب كان ابن الاكاديمية في يوم الايام صارة سمير كان بنت الاكاديمية وخريجة الاكاديمية واكذا فهي يعني بالعكس انت بتشوف مثلا منتخب الهندبول بتاع مصر هتلاقي برضو عدد لعبين فيه من الاكاديمية يمكن بيبوا خمسة من عدد لعبين على الارض من الاكاديمية فهي منظومة بناء انسان يعني هي منظومة بلاي للإنسان اللي احنا كلنا بندور عليها و بننشودها النهاردة أنا حتك النهاردة يعني ما بتشوف مثلا فرق الأكاديمية في العالمين الجديدة وبتشوف كام طالب بيدرس النهاردة كام واحد بيدرس في العالمين يقارب الأربع تلاف طالب بما تجاوز بقليل ومقيمين إقامة كاملة وبيدرس مش كلهم طبعا مقيم إقامة كاملة لأنه كتير منهم بيبقى من الأسكندرية بيروحوا بيجوا إنما كتير منهم من أبناء الإسكندرية برضو موجودين عايشين كام طالب عربي موجود عندنا لا أنا ممكن أقول لحياتك إنه عندنا أكتر من عشر جنسيات من داخل فرق الأكاديمية في العالمين الجديد لا بشكل عام في الأكاديمية لا من معظم من معظم الدول العربية بتلاقي يعني حتى رغم انتحاديات اللي احنا الصعبة اللي احنا في الهدي دي بتلاقي من اليمن بتلاقي من موريتانيا بتلاقي من الصومال بتلاقي من سوريا بتلاقي من فلسطين أنت عارف مصر يعني من سودان مصر يعني دايما حاضنة للكل وإحنا طبعا الأكاديمية محظوظة إن هي المصر كانت هي دولة المقر بتاعتها آه منظمة تحت مظل الجامعة الدول العربية ونفتخر بذلك إنما خلينا نقولها بمنتهى الصراحة إن لو لا مصر هي اللي بتحتضن الأكاديمية وطرع الأكاديمية إحنا مستفيدين بكل حاجة يعني حتى بنشوف الأكاديمية النهاردة وهي في العالمين لو ما كانش مصر عامة العالمين الجديدة ما كانش في فرع الأكاديمية في العالمين صحيح بتشوف فرع الأكاديمية في أسوان أسوان ده رائع بحبه جدا بتشوف شوف هناك شباب أسوان وشوف قديه هم متميزين وشوف قديه هم يعني عندهم الولاء والانتماء لبلدهم والوطنهم والأكاديميتهم بالتأكيد طب حضرتك أستاذ جامعة وحضرتك رجل يعني يعني ليك باع كبير في هذا الموضوع إحنا جامعات في العالم كلها من أول هارفرد لحد جامعة القاهرة بتواجه تحدي كبير جدا ألا وهو إن كل شركات اللي في العالم النهاردة الشركات الكبيرة لما بقت بتعمل طلب تعيين أو طلب وظيفة أو بتقول للناس أنا عاوزة موظفين أعاوزة ناس تشتغل معايا ما بقتش تشترط شهادة جامعية هي بتقول مهارات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فبالتالي لم تصبح الشهادة الجامعية شرطا في في أسباب التعيين أو أسباب إن أنا ألتحق بوظيفة هل بعد 50-60 سنة ممكن ننصح منهم ما لقاش جامعات مثلا أنا معلش بقول حقيقة صورة خيالية لكن أنا خايف من ده يعني لا ما تخافش لأنه هو مفهوم الجامعة حتى يعني ما بنشوفها الجامعة بمعناها في اللغة العربية أو حتى في اللغة الإنجليزية يونيفورستي وأخبرك من يونيفيرس من يونيفيرسل لا الجامعة هتظل بس الجامعة لازم تطور من نفسها صح وتطور من أداءها وتطور من قدراتها وتطور من معاملها يعني النهاردة ما ينفعش المعامل تبقى المعامل البدائية اللي كنا احنا بنشوفها في الكليات أكيد كلياتنا اتطورت وأكيد جامعاتنا اتطورت وبتتطور وحياتك يعني لو رحنا أي جامعة في مصر في الجامعات اللي هي ما شاء الله لأخوات الله الحمد لله أنا أعزي أقول لحياتك برضو وطمئ لحياتك يعني نهاردة نهاردة برضو الجامعات المصرية مازالت ثابتة وجودها على المستوى الدولي مش بكلمة على الأكاديمية بس أنا لو بصيت على الأكاديمية ودخلت على اللينك بتاع الألماني في موقع الأكاديمية ولو سمحت حياتك اكتب أي شركة تاجي بحضرتك أي شركة انترناشن مايكروسوفت جوجل تيسلا أنا بقول لحياتك هتلاقي خريجين الأكاديمية في هذه الجامعة في هذه الشركة الشركة العالمية بقول لحياتك خريجي مسابقة الانترناشن المسابقة الدولية المعلوماتية اللي هما الشباب اللي بتدربوا عندنا في المركز الإقليم المعلوماتية وعا فيك احنا بنضرب شباب فريق مصر اللي فاز في الاي او اي اللي هيكت تحت العائد السلطة الرئيسة عمفتاح السيسي لسه في الشهر الماضي دول ما كانوش ده طلبة مدارس لسه يعني ما كانوش طلبة في الأكاديمية اي نعم بنحاول نديهم منح في الأكاديمية عشان يكملوا معنا في الأكاديمية لكن كتير منهم بتلاقيهم جايلوا منحة في الام اي تي على سبيل المثال يعني طب يعني ما عليش عاوز رجع مع حضرتك للموضوع الأساسي الجامعات بشكل عام بقى يعني نخرج من الأكاديمية نروح لحاجة أوسع شوية تمام الجامعات بشكل عام مفروض تعمل ايه عشان يعني بقول من هارفورد لحد جامعات القاهرة تمام ازاي تعمل يعني تشتغل ازاي عشان تطور من نفسها الجامعات بشكل عام عشان ظروف العمل والوظيفة لانه مثلا هقول لحضرتك مثلا انه ده معظم الأعمال بقت مرتبطة فكرة إيجادة السوفت وير وإجادة ان أنا الحاجات دي الولاد بتعلموه من سن 10 سنين يعني مش من المتظري مش مستنين يروحوا الجامع عشوي تعلموها اللغة الولاد بتعلموها من سن صغير جدا المهارات دي بتعلموها من سن صغير جدا طب الجامعة بعدين هتضيف ايه ده ان النهار ده انا اعرف أولاد في الاولاد سانوي ثانيا سانوي عندهم مهارات نفس طالب الهندسة بتاع السوفت وير يعني هو تعلمها من هو صغير تمام طب لما هيوصل للجامعة جامعة هتديل وإيه؟ تمام أول حاجة طبعا إحنا لازم بكون فاهمين قوي أن تعليم مفهوم التعليم هو أصبح التعلم وأصبح المستمر وليس يعني لمرحلة معينة أو بيقف عند سن معين لأن النهاردة حياتك أنت بتقول فعلا أن الشباب الصغير ممكن يبقى عنده مهارات بتفوق خريج الجامعة بس برضو النهاردة لو عملنا إحصائية شفنا في كل الوظائف في معظم الشركات هتلاقي الحاصل عليها برضو هو خريج الجامعة بس عنده المهارات اللي حياتك اتفضلت بها ده النهاردة لحد النهاردة أنا متطمن ولحد عشر سنين كمان جاي متطمن أنا بتكلم في المستقبل لو واحد نتطمن لعشر سنين أنا بقول لحياتك اتطمن لما هو أبعد من ذلك بس لابد أن نطور من ذاتنا النهاردة اللي أجل نسأل هو الجامعة النهاردة فين العنصر البشري أو اللي بيسموه الهومان كابتل بتاعها اللي بتبنيه بحيث يضمن الاستدامة ويضمن تحقيق هذه الأهداف أنا بقول لحضرتك مثلا برضو تاني هرجع للأكاديمية لو شفنا عدد المبتعثين من الأكاديمية للخارج في اللحظة الحالية للحصول على درجة الدكتوراه الدكتوراه من جامعات العالم من أقصى الشرق في داليا في الصين لأقصى الغرب في الولايات الأمريكية وفي كندا لأوروبا ل... يعني النهاردة مثلا احنا في مؤتمر دولي كبير جدا في ماليزيا في واحدة من أكبر الجامعات في ماليزيا اللي بسموها الـ MIT الشرق اسمها University of Technology in Malaysia فيها مؤتمر دولي في... بيقام سنة في ماليزيا وسنة في الأكاديمية كام عضو هاي تدريس من الأكاديمية مشارك في هذا المؤتمر تمن أعضاء تدريس مشاركين مشاركة بالحضور غير اللي شاركه بالـ online فاحنا لا نبخل على الهومان كابتل ولا نبخل انه هو يتواصل ويستمر في التعلم والاحتكاك العلمي مع كبريات جماعة العاجة طب حصح هيك شوية أسئلة هل الكليات النظرية في المستقبل ليها مستقبل ولا هي الموضوع كله هيروح للعمل أكتر أنا بشوف الكليات النظرية يعني ليس بال... يعني خلينا برضو نقول ليس بالأعداد ولا بال... اللي احنا بنسمع عنها ونشوفها بكل أسف في بعض الجامعات اللي هي اضطرتها الظروف السنوات الماضية انها تقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب نخلل مكتب تنسيق القبول في الكليات النظرية لمجرد ان يكون الغرض هو استعاب الكليات في هذه... في الطلاب الخليجي السنوات العامة في هذه الكليات طبعا أكيد وزارة تعليم بتعمل جاهدة انها ومع وزارة تربية والتعليم ان الموضوع ده يتم معالجته وبيتم معالجته وهيتغير الأمور في الفترة القادمة لكن احنا يعني معلش يعني هو كلية زي كلية اللي بنسميها كنا بنسميها التجارة اللي هي كلية إدارة الأعمال النهاردة هل النهاردة كلية إدارة الأعمال في الكليات بالمفاهيم الحديثة لا هم دخلوا عليها سوفت وير ودخلوا عليها الـ AI ودخلوا عليها الدخلوا عليها التخصصات كتير جدا بالزبط فالنهاردة ما بقيتش كلية واحدة ممكن يبتلت كليات أو تلتتخصصات دخلين في بعض طبعا أكيد يعني حتى في الإعلام حتى في إدارة الأعمال التسويق والإعلام لكن النظر الوحده أكيد لازم يبقى داخل مع تخصص لازم الاسكيلز لازم مهارات لازم تدريب العمل لازم تاكبوس العمل عشان ما ينفعش يبقى فيه الفجوة الكبيرة ما بين الخريجي اللي بتخرج من الكلية النهاردة أو من الجامعة وما يحتاج سوق العمل يعني أنا هقول لحياتك مثلا إحنا قريب جدا هتلاقي لك كلمة في هذا الشهر بتنظم قمة للشباب العربي في الإبداع في الإعلام الإبداعي الإعلام الإبداعي ودي تحت رعاية دولة رئيس الرزراء له كل الشكر وكل تغيره على رعايته طبعا همشوف شباب العالم كله وهو بإزاي بناخد منه الأفكار ورؤيته للإعلام في المستقبل عشان خاطر التحديات اللي بيوجهها الإعلام النهاري أنا عندي فكرة هي معمولة للطلاب الأكاديميين نفسهم ومستقبلهم وكمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رعية للقمة دي وأعتقد أنه هي يعني هتطرح النوع ده من النقاشات مستقبل الطلاب مستقبل الإعلام مستقبل طلاب الإعلام وخريج الإعلام لأن خريج الإعلام بشكله التقليدي يعني النهاردة حياتك شوف حياتك بتطرح الأسئلة إزاي بتفكر إزاي يعني النهاردة هو ده اللي لازم نفتدي نشوف الطلبة هتعيش معها إزاي صحيح فهو ده اللي احنا بنحاول نطرحه ونجيب الاحتكاك مع كل التجارب العالمية والدولية والعربية طبعا بحكم الأكاديمية منظمة عربية صحيح أو جامعة تحت مصالة جامعة الدولة العربية فهو ده اللي احنا بنحاول دايما نعمله في الأكاديمية عشان نبني جيل قادر على الإستمرار في تعلم أنا بقول لحياتك النهاردة الطالب الأكاديمي هل مازال بيستخدم الكتاب التقليدي؟ احنا من خلية استعمل كل حواسه على فكرة مناسبة يعني برضو لازم مازال الطالب النهاردة يقرأ ويكتب ويفكر كل الحواس لابد أن تتمنى بسغلال لا يمكن أن فعلا تعطى الحس على حساب الأخرى لكن النهاردة هل مازال الكتاب التقليدي اللي هو المتقادم بنفس الأسلوب هنقعد نعلم به؟ بس أنا شخصيا زي ما حيك شفت لازم الورع والألم لازم بعرف أستخدم كل أنواة التكنولوجيا بس الواحد لما بيكتب بيديك عنده إحساس مما زي ما حيك قلت حسن بلزبط عشان كده حتى المنصة رقمية اللي هي البلاتفورم اللي الطالب تستعمله النهاردة في الأكاديمية في التعلم معادش مفهوم الكتاب اللي الطالب بيستلم نسخة منه لا هو بيستلم نسخة كل طالب اللي هو نسخته على فكرة من كتاب بس كتاب رقمي وبيكتب عليه زي ما حتى كنت بتكتب كده بيكتب الألم بتاع الموبايل بتاعه وألم بتاع الآيباد بتاعه وأي أن كان الجهاز الحاسب لاستخدمه صحيح بيكتب فيه وبيحط الملاحظاته والدكتور بتاعه بيقدر يتابعه ويقرف أونلاين في نفس الوقت الطالب بيقرأ إيه وبيشوفه شاف كم صفحة النهاردة ويكتب إيه ويقدر الطالب ممكن نفس الصفحة دي أو الموضوع ده يعمل لي ملخص ليه صحيح أنا مش قادر أستعيوه باللغة الإنجليزية طب ممكن أفهموا اللغة بتاعتي ترجموا اللغة العربية دكتور اسمعيه كلام ما حريك ممتع جدا والوقت الأسف شديد تخلص يعني بشكو حدثك جدا على وعد بلقاء تاني نكمل كلامنا الممتع ده وكلام مفيد ومهم جدا بشكو حديث جدا يا دكتور اسمعيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا